الحضارة المصرية القديمة ما كانتش بس حضارة بناء أهرامات ومقابر ومعابد وإنما كانت حضارة بتضم تخصصات ومجالات الحياة المختلفة من بين هذه المجالات اللي نبغوا فيها المصريين القدماء كان مجال الطب واللفت للنظر أكتر إنه كان فيه تخصصات كمان في الطب النهاردة هنتكلم عن الطب وعن الصيدلة وعن التشريح وكل التخصصات المتعلقة بالمجال الطبي عند المصري القديم مع ضفنا الكريم اللي مشرفنا دايما الدكتور بسام الشماع المؤرخ وعضو الجمعية الجغرافية والتاريخية والمحاضر الدولي أهلا بك يا دكتور صباح الخير صباح الخير يا دكتور أهلا بك البداية دائما فرعانية النهاردة هنبتدي بإيه؟ هنبتدي بتحقيق جميلة كعادتنا في درس الهيروغليفي اللي بيعد 30 ثانية بس وهي كلمة حتب ودي كلمة عظيمة جدا ربما حتى الحكومة المصرية تقدر تحطها على مداخل المباني بتاعتها لأنها كلمة راقية جدا وثلاث حروف وسهلة أنها تتحافظ حتب وهي بي يعني ببقى بتلاث نقط مش حتب حتب وحتب هي سلام رضا سعادة ترجمتها الثلاث كلمات دول؟ تستخدميهم في الثلاثة عشان كده تلاقي في ملك اسمه أمن حتب الأول عشان كده نسميه حطب سحطب غلط إيمان حتب يبقى إيمان الشمس راضية الشمس سعيدة الشمس في سلام الملكة يعاه حتب سعادة الأمر رضا الأمر أنت مداخلها واحدة ستة بتقابليها أنا اسمي بسان كانوا متدلعين برضو الملكات زماني طب حاجة يمن خميسة أخطب بقى يعني من اسمها عالفة من اسمها تقعي في حبها على طول فلاسي بتقعي في حب مين اللي مقدرش يقع في حب الحضارة المصرية طيب خلينا نتكلم بقى على الطب وتطور الطب وإزاي إحنا كنا نابغين في هذا العلم طيب مبدئيا كل الدنيا بتقول إن إحنا ابتكرنا علوم كتيرة جدا ابتكار يعني ما كانش موجود وبقى موجود زي الفلك دي خلاص دي فورشور مية في المية وزي الطب وأخدوها مننا مين؟ اليونان أبو قراط وجعلن اللي هو جالي ناس والشلة الحلوة دي كلها دي واخدة بالحرف من عندنا نقر نطول غاليونج الله يرحمه مقتطفات من تاريخ الطب هتلاقي بالحرف واخدنا طيب ناخدو أمثلة أول حاجة الطبيب في مصر القديمة اسمه سونو سهلا سين واو نون واو سونو والطبيبة اسمها سونويت يعني كان عندنا طبيبة ومش طبيبة عادية دي طبيبة إميرت المشرفة على الأطباء كبيرة الأطباء كبيرة الأطباء أشكرك وعندنا التخصص اللي قالت عليه النهاردة الصبح وقالت على التخصص وده اللي أبهر اليونان لما دخلوا مصر اليونان هايلين في الطب موانناش حاجة لكن هم قالوا إيه؟ لما دخلوا هوميروس بتاع الإليازة ده تبتسمع عن الإليازة والأدسة هذه الملاحم الجميلة اليونانية فهوميروس بيقول إيه على المصريين في الإليازة يقولك إيه؟ كل رجل هناك قلزوا على مصر يعني كل رجل هناك طبيب كل واحد في الشعب ده طبيب إيه ده؟ وجاه يريدوت راح جاي ورح مأكد برضه بكلمة قال إيه؟ بين كل رجل ورجل في مصر طبيب يعني انتشار الأطباء يعني الناس كان لها كان عندها علمه وكانوا درسي ومين اللي بيقولك؟ اليونان اللي هم مين؟ اللي هم فيه تنافس حضاري جميل ومحمود بالمناسبة ما بين حضارة مصرية وحضارة بنية طيب تعالي نشوف الصور نخش على طول على العبقرية بالإزبات طول عمرنا في الفقرة دي بنجيب إزباتاتنا عن طريق الآثار والصور تعالي نشوف أول حاجة الطب في مصر القديمة كان للإنسانية وكان متحد الإعاقة لهم كحضارة متفردة لهم قسم عالي جدا في العلاجات وفي الطب وفي التقدير أمامنا رجل مشرف على المزارعين وعلى اللجانه الشعير والأمح الدهب اللي قدام وشافين الدهب الجميل الأمح الليلة الليلة اللي تعيده وهو مصاب إن شاء الله الأطفال حبيب قلبي ربنا يعافي الجميع يا رب ورجله زي ما أنتم شايفين فيها شوية لها دعوة بالبوليومالايتس حاجة لها علاقة بحاجة تشبيه شابة للأطفال حاطت عصايا تحت باطه وبيسند وده ما منعش المدير الكبير بتاع الأرض إنه يديله المشرف على الشعير والأمح ودي مهمة هامة جدا لأنه ده العيش الشعير والأمح ده العيش طبعا فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يجيبوا رحايات المصر القديمة تعرفين الرحاية الرحاية بتبقى الدائرة اللي تحت دي جرانيت كده هوا تبقى ستة واللي فوق بعصايا كده يقعد يلف كده فيحول الأمح والدقيق ده إلى إيه إلى دقيق الشعير والأمح ويعملوا عيش وهو بيلف هنا بقى دي نقطة مهمة وهو بيلف وكنا بنتنجش أنا مبارح مع الدكتورة العظيمة المصرية اللي مشرفانا في كل حتة دكتورة نادا عمر وكنا بنتكلم في الموضوع لأنه متخصصها في حتة في الفك في سنة حنرجع لها دلوقتي عن مصر القديم برع فيها فبيطلح حطة صغنونة من الجرانيت تخش جوه الدقيق فلما يجي يأكل عيش هو بيأكل عيش ما يشوخد باله أنه فيه إيه البارتكس الصغنونة دي الحوايبات الصغيرة دي بتاعت الجرانيت ده اللي أدى إلى أن بعد السنان المصريين حصلوهم أتريجن زي ما قلت لنا الدكتورة نادا وبالتالي عرفنا التآكل لكن المصر القديم لم يعرف التسوس كثيرا فعرف التآكل ودي بتؤدي إلى أن العصب بيبان ومش عارف إيه والحاجات اللي بتتعب دي وعالجها أو حاول يعالجها ولكن ما حصلوش السوس الكتير ليه؟ لأن المصر القديم ما عرفش السكر لم يعرف السكر الأبيض المصر القديم جود لك ليه يعني بصراحة إنهم عرفش السكر الأبيض كان عمين حسابه ما أصحها منهم الزمين كان بيحلي بإيه؟ كان بيحلي بالتين تين الجميز اللي إحنا للأسف بنلاقيه وقع على الأرض تحت الشجر وقت الناس بتدوس على اليدة التين كان بيتاكل في مصر القديمة كان هايل والبلح كان فيه في مصر القديمة كيكة البلح عندنا نص كده الرجل بيقول لي محبوبته أنت تركتيني فكيكة شطيرة البلح أصبح على شفتيك الملح يعني مش مسكرة هما دول بسكنوا وقعين الفاكة عند المصر القديمة لا عنده يوه وعندك الرمان وعند كله لكن ده المصر الغني للسكر تعالي شو بصورة اللي بعديها يبقى إذن متحد الإعاق تعالى بقى العلاج الطبيعي والعلاج التلقائي والعلاج الوهني اللي هو البلاسيدو اللي هو الدكتور الإحاق أشكرك هي الكلمة اللي بدور عليها الإحاقي بصدفتك ده هي جد في الكتاب كده أنت إيه؟ كنت بتغيري معان برح أريت أريت إيه شغل المصرين الكلامة حيطلع علينا كويس؟ طيب المنظر ده يا جماعة في مقبرة اسمها إيبوي في دير المدينة في غرب الأقصر المنظر ده بقى فيه في مؤتمرات العالمية وأنا رئابتي في السماء والصدقاترة العالم بقولهم بصوا كويس من 3000 سنوية في مقبرة إيبوي العامل المصري له تأمين صحي على أعلى مستوى الدليل تأمين صحي تأمين صحي على أعلى مستوى من 3000 سنوية بصوا تحت على الشمال هتلاقي عمود تحت فيه عامل وهو بينحط العمود طلع رايش من لو سيادة المخرج لو يقدر يكبرنين الرجل على الشمال تحت ده اللي طالع رايش ده راكعة ده وبينحط فيه العمود يبقى هاي ما فيه شيء ما احنا كلنا شايفين ده عشان الصور تبقى سابقا هاي بقى المدصر المهم فهذا يا سلام هو ده اللي فوق ده احنا هنرجع لها ده شايفين اللي فوق العليمين ده اه طبعا اهو ده بيتعمله حاجة اسمها shoulder dislocation manipulation بيعمله reduction يعني ايه واحد اتخلعت كتفه وهو بيشتغل عامل ده علاق طبيعي كمال يعني وده علاق طبيعي على المستوى بيرجع له الكتف المخلوع بدون عملية اخدها الرجل الالماني في الالف طنية دكتور كخر وسمها دكتور كخر's method يعني سمى العملية دي طريقة او اسلوب دكتور كخر الالماني اسف يا كخر او يا كشر او اسمك ايه مع كل احترامة ليه لك انت واخد القصة دي هو 3000 سنوية بيرجع له reduction و manipulation نفس الحاجة اللي بتحصل فيه خلع الفك تحت على الشمال الراجل اللي رجع له تاني بيدخل رايش في عينيه يقوم رئيس العمل يعمل ايه مع العامل اللي دخله رايش في عينيه وهو ايه حابة بودرة كده وهو بينحات اللي قاعد على شماله ده ده دكتور عيون سنو ارتي ارت عيون ارتي عينين اتنين اي حاجة يهيه في الاخر بتعملها اتنين خلاص يبقى الدكتور بتاع العينين اللي اتنين تخصص لحدكم تبتكلم عليه ايه الصبحية ايه فهو بيعالجله ده هو تحت ده الله عليك الله عليك شايفين بقى بيعالجه ازاي ايه فوق دماغ الدكتور الطبيب بتاع العيون متخصص طبيب جايب معاه البوكس بتاعه في بقجة والبقجة فيها دهون وفيها حاجات هيحطها له لو فيها مشكلة ومسك في ايدي حاجة اسمها بروب دكتور عمر قال لي عليه قال لي البروب ده بس سام لسه ودكتور رمض شهير قال لي لسه بنستخدمه لغاية دلوقتي يجيله وعمل مصنع داخل حتة حديدة في عينيه فيجي بروب طويل كده زي العصار طويلة كده زي الشريمات طويل كده ويبدأ يشيل الحاجة من العينين بدون عملية لابت مظري انه فيه اطباء بتخصصات مختلفة هل ده معناه انه كان واثناء بناء المعابد او المقابر او ما ارزك فيه فريق طبي مصاحب للعمال على طول والدليل اهو ده ما رحش مستشفى ده ما جاب لهوش وعد في عيادها ده جايبه هو بإصامة عمل في موقع العمل اشكرك موقع العمل فاذا يدي ايه الاهتمام بالعامل في مصر القديمة هتكتشف ان الطب البطري في مصر القديمة كان على اعلى مستوى عندنا نص لقطة اتلدغت او اتلسعت بلدغت عقرب فحاولوا يعالجوا الموضوع ده والبرد راش راش لها نزل بالهيرغوليفة راش يعني نزلت البرد المصر القديمة ذكر نزلت البرد اسمها راش تبتخيلها عجب فهو كاتب بيقول ايه وبعدين التعويز عندنا برضو الرشدات اللي علىها على مستوى فيه تعويز فيه تعويز بيقول له ايه اخرج يا من تسبب الالام في الفتحات السبعة في الرأس فانا مساكت النص ده واتقول ايه المرض اللي بيجيب سبع فتحات مشكلة في سبع فتحات في الرأس البرد الانفلونزا اتنين اتنين بعين اربعة اتنين ودن بيوجع بعيد عن نوك والبق بعين سبعة فيبقى عرف البرد عرف الانفلونزا ايضا عرف حاجة اسمها ان القلب يصفق دي سرعة ضربات القلب اهي خدلك واحد ما مش عارف ايه نزللك الدروات القلب السريعة بتاعتك كويس فيه ادوية فيه وصفات تضبية فيه وصفات تضبية عندنا كم رشدتات رشدتات وكانت تبتدي بعين حورس اللي فيه بعض العلماء قالوا انها اصل الار اكس اللي بتتكتب فوق في الرشدتات دلوقتي يعني عين حورس التميمة تعاني حورس انتوا عارفين هدي الواجد دي اسمع واجد بالقلب ديت هي اصل الار اكس اللي بتتكتب فوق في كل يعني ايه الرشدتة انت بشوفيها في العالم دلوقتي قالوا ده الاصل بتاعها مصر طيب نشوف الصور اللي بعد كده اللي بعدها الله قادي كوخ قادي كوخ رزمات دا وشوف انا الصورة هي فوق والصورة تاعت يعني عامل من 3000 سنوي بنرجع الكتف على الفكرة دي ممكن تحصل في دي او نص يعني انا دخلت شفت فيديوهات ممكن في دي او نص يرجع له الكتف ده اللي لعيب الكورة لعيب الرجبي بتحصل كتير بتحصل كتير اه انا نشوف اللي وراها لو تسمحوا يبقى ازا دي في مقبرة ايب وي للعناس اهي دي مقبرة ايب وي وعلشان تقولي لي بس سامتة بالتانية كانت رسمة بالايد اقولك اه في بعض الاحيان في علم المصريات لما بيبقى المنظر مش واضح زي ده المنظر الاصلي اللي انا عامل عليكم عليها المنظر فيروحوا رسمين بالايد فيوضح اكتر لكن الفوشيا ده على الراجل ابو رايش ده ابو عينين وتم علاجه بدكتور العيون المتخصص وفوق ده الجوز اللي كان مؤدح بسكتش من شوية كنا بنشرح عليكم ده اللي سكتش المرسود فضل نشوف السورة اللي بعدين مقبرة ايب وي رائعة الراعية وجميلة جدا تعالوا بقى هعرفكم على الراجل ده يا جماعة فيه ناس كتيرة مش عارفينه كونينا عارفين يمحتب كطبيب وكونينا عارفين حسي راع كأول متخصص طبيب موفق في العالم لطب الاسنان ور ابح سنو سنو قلنا طبيب عظيم ده قطرة الاسنان دكتور اسنان العظيم حسي راع حسي منهيرغولف يعني مندوح الذي يمدح من راع الذي يمدح من الشمس سنو تجعني رايح فين راح الدكتور مندوح ادي من 4000 سنوين نرجع للمنظر اللي كون ده فيه دلوقتي حتلاقه حاجة عجيبة جدا حتلاقه الراجل ده وصوا جماعة لا اللي هو اللي بعدين رسياتك اشكرك ايوا فاني حتلاقه حاجة عجيبة جدا الراجل ده فين الراجل يا ركتور حتلاقه واقف منظره منحوت اكتر من مرة على هذا الباب ده بيسموه الباب الواهمي عندنا الفورس دور وده ليه حاجة تقصية مش موضوعنا دلوقتي موضوعنا دلوقتي حتلاقه ألقابه مكتوبة بالهيروغليفي لسه ما دخلناش على اليمين خلينا عشمال سنية واحدة مش صورة رصة قريبية عشان نشوف اه لا ده دي حاجة تانية لكن العشمال ده مهم حتلاقه حاجة عجيبة جدا حتلاقه انه متخصص في الجاسترو انترالوجست ده الجهاز امراض الجهاز الهضمي ومتخصص في البروكتالوجي ده امراض الشرج اخصائي الشرج والمستقيم نفس الراجل نفس الدكتور عنده التخصصين والتالت الأبتمالوجست متخصص الرمض وامراض العيون دكتور من 4000 سنة متخصص متخصص في التالت تخصصات كل واحد فيهم دكتورال وحده الشرج والمستقيم الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي والعيون والعيون هو كان فيه مدرسة للطب يعني كان بيتخرجوا من مدرسة وبعدين يعمل برضو دراسات ما بعض التخرج من الواضح لان انا علشان اطلع ابقى طبيب بهذا التخصص ومش تخصص واحد دول تلاتة هاتلي دلوحد دكتور في اي حتة في العالم عنده التخصصات التلاتة دول فتعالا بقى نشوف الصورة اللي حضرتك كنت جايبها حلوة قوي وهي ادوات الجراحة اللي موجودة في معبد كومومبو اللي حضرتك كنت جايبها لنا من شوية ادوات الجراحة هي اشكرك دي لها منظر لوحده برضو هتلاقول على اليمين بقى ممكن لخش على اللي بعدين هتلاقي في المنظر ده يا جماعة حاجة اسمها على فوق على اليمين هتلاقي حاجة اسمها الكاثتر الكاثتر بالانجليش اللي هي القسطرة شو في الانجليز واخدينها من نمى كان في قسطرة من ايام القسطرة للذكر كده الوصفة كده واللي شرحها بروفيسور نان احسن واحد كتب في الطب المصري القدي النيو ان ان اللي هيبحث بروفيسور نان تعالى يبقى الكاثتر انزل تحت حتلاقي حاجة سنبوس كده عمل كده زي رامبوس شيب كده ايه ده دي اسمها كرينيو كلاس اي حاجة كرينيو لها دعو بالدماغ كرينيو كلاس دي عبارة عن بوز زغير بينزل على السكال بينزل على الجمجمة بيفتحها بيخش يجيب البرين تيومر بيجيب الورم اللي في المخ وبيطلع اكتشفوا الاورام انت متخيلة لا فيه اشاعات ولا لسه فيه سونرز ولا فيه مش عارفاش اع مقطعية ولا ام ار اي ولا الكلام ده يعني كان عندهم منظار يعني اللي هو فكرة الآن وبعدين بيخش يشيل فتوليه بسامته وكان المريض بيعيش ده بعيد عن نوكو سرطان ربنا يا عافي الجميع وفي المخ اكتشفوا وتسألوا في ده دكتور زي حواس لان هو في الطراب قال لنا على ده وهو جنب ابو الهول لقى ممياء لواحد من عمال الهرم اصيب ببريين تيومر مشكلة بكنسر في دماغه وتعالج وقعت سنتين عايش بعدها سنتين عايش بعد عملية كنسر من 4000 سنة ونص دي عبقرية ما بعدها عبقرية هنشوف السورة اللي بعدها فاذا الطب اهو بصوا ادي الفكرة ودي للناس اللي هتوقف في الصورة لما ينزل على الميديا انا شرح لكم بالعربي وبالانجليزي كل قطعة انزل تحت عالشمال انزل تحت عالشمال هتلاقي فيه توف فاسلز كده انياتين كده مقلوبين صح؟ زي كورة كورتين كده مقلوبين تحت عالشمال خالص دول كاسات الحجامة دول الحجامة اللي هي الكاس بيسموها الكابينج فاسلز خلاص على اليمين هتلاقي اسفنجة علشان بعد ما يخلص ينظف الدم او الباس او اي حاجة طلعة من العملية فيه منشار فوق علشان المنشار لطب ايه؟ لطب العظام فيه المنشار حاجة عجيبة جدا سبحان الله فيه الجفت الجفت ده يا جماعة لشان ده انتهى دلوقتي الجفت ده كان في كل بيت كل بيت يبقى فيه جفت لأ والغاية دلوقتي بيتمثل بي الحاجات المعص وفي الطب لك انا بكلمه على البيت حتى الاستخدامات البيتية فوق بقى يا جماعة على الشمال دي حتة مهمة قوي فيه الانما الانما يا جماعة اللي هي بنسميها الحونة الشراجية وانا من بيت دكتور ومن عيلة دكتور وكان لازم رغم الطب الكبير اللي فعلتنا في سكندرية وفي مصر إلا انك لازم في الحمام المصري كان يبقى فيه حونة شراجية الحونة الشراجية بتخلص من مشاكل المعدة بتخش عن طريق الايه الخلفية القاعدة الخلفية علماء اليونان لما جوم يذكروا لقوا فيه طائر في مصر المصريين حطينه كطائر للحكمة وللطب وللعلم وللمعرفة وللبحث العلمي الطائر ده اسمه الايبس اللي احنا نسميه ابي منجل عشان بوزه عامل زي المنجل طويل كده تروحوا تشوفوه في جنيهة الحيوانات كبير كده والمصر كان بيحنط اسمه جهود لقوا ان ابي منجل لما بيبقى عنده مشكلة في معدته وعايز يفك المشكلة كان يملى بقه مياه المنقار الطويل ده يملى مياه وده شرحينه بالحرف اليونان في الدكومنز بتاعتهم القديمة ويروح ما بين رجليه موصل البوز بتاعه بفتحة القعدة ويروح بغخ المياه جوه جسمه دي الحوالة الشراجية بالزبط وربما يكون المصر القديم اخذ فكرة الحوالة الشراجية من هذا الطائر العظيم اذا هو كان يراقب ما يحدث في البيئة ويراقب ما يحدث عند الحيوانات ويرجع بسشة اول طبيبة في التاريخ وهي من 4500 سنة كلمة اخيرة اول طبيبة في تاريخ بريطانيا العظمى توفيت 1917 ميلاديا احنا عندنا تسشط طبيبة عظيمة من 4000 سنة و30 وما كانتش ممارسة احنا زمان في بريطانيا كانوا بيدرسوا لكن ماكنوش بيمارسوا كانوا كانش مسمحلهم بمارسة الطب كانوا بيدرسوا فقط السيدات الطب كل شكرة الدكتور بسام الشماء المؤرخ وعضو الجمال الجغرافية والتاريخية والمحاضر التولي بتمتعنا شكرا لكوة حالك معي شكرا لكوة حالك شكرا لكوة حالك شكرا لكوة حالك